وعن تطورات الأوضاع بعد استناف القتال ينضم إلينا من عمان عضو مجلس العيان الأردنية السابق السيدة طلال الشرفات سيد طلال أهلا وسهلا بك معنا إلى أي مدى ما جرى من عملية استكمال العمليات العسكرية والهجمة الكبيرة التي قامت بها إسرائيل اليوم حيث تحدثت عن 200 استهداف داخل قطاع غزة إلى أي مدى يعبر عن أو يتماشى مع ما عبرت عنه إسرائيل بأنها مستعدة لتمديد هذه الهدنة مع حركة حماس وأن المشكلة تكمن في شروط أو مطالب حماس استكمال هذه الحرب هو قرار إسرائيلي سابق مرتبط بحجم الحقد الكبير الذي يعني تحس به تجاه الشعب الفلسطيني أعتقد أن هذه الحرب هي حرب إبادة حرب تستادف المدنيين بشكل عام اليوم استشهد لغاية الآن حوالي 110 شهداء إذن هذه المسألة ليست مرتبطة بالهدنة على الإطلاق بدليل أن حماس خلال الفترة السابقة التزمت بالهدنة بشكل كبير جدا ولذلك هي تريد فقط عملية استعادة المخطوفين ومن ثم تقوم باستمرار بحرب الإبادة أنا أعتقد أن الهدنة ليست إنسانية كما ذكروا ولكنها كانت مصلحة إسرائيلي لاستعادة بعض المحتجزين وأعتقد أن هذه المسألة هي حرب قاسية لا يمكن تبريرها ولا يمكن الحديث عنها إلا في إطار محاولات تفريغ الحقد الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني لكن هل بإمكان إسرائيل ما تقول سيد طلال هو عملية الإبادة أو عملية تفريغ قطاع غزة من سكانها في الوقت الذي يبدو فيه أن قادة العالم وأن المستويات السياسية حتى المستويات الشعبية على مستوى العالم لم تعد بنفس الدعم الذي كانت عليه في الأيام الأول للحرب وأن فترة التوقف هذه وفترة الهدنة أعطت أملا للكثيرين بضرورة توقف هذه الحرب المجتمع الدولي لا يؤثر في القرار الإسرائيلي بقدر ما تؤثر به الولايات المتحدة والولايات المتحدة منحازة بشكل كبير جدا تجاه إسرائيل دعيني أذكر أن وزير الخارجي الأمريكي اليوم كان يسأله الصحفيون عن حجم عدد الشهداء الذي سقط في اليوم الأول وهو يتحدث عن كيف يمكن استعادة المحتجزين إذن الولايات المتحدة ليست معنية بالدم الفلسطيني وليست معنية كما تقول دائما بالمدنيين وإنما معنية هي بتمرير سياسة إسرائيل وهي فقط تغير في صيغة الخطاب وليس في مضمونه مضمون الخطاب هو الانحياز التام لإسرائيل دون قيد أو شرط ولذلك دعيني أقول أن وقف هذا الحق قررت الولايات المتحدة الأمريكية عفوا سيد طلال الالتزام بما عبرت عنه وهو الشروط التي وضعتها لإسرائيل في مسألة استخدام الأسلحة الأمريكية وهو أن يكون الاستهداف تكتيكي بمعنى أنه لا يتوسع ليشمل المدنيين وأيضا أن لا يكون هناك تهجير قصري للمدنيين في مناطق أخرى لو التزمت الولايات المتحدة أو ضغطت بقوة لتحقيق هذا الهدف ألن يغير ذلك في تكتيك الحرب الإسرائيلية؟ بالتأكيد لو أرادت الولايات المتحدة الضغط بشكل فعلي ربما لا استجابت ولو جزئيا إسرائيل وأن كانت إسرائيل احتادت دائما أن لا تلتزم لا بالموثيقة الدولية ولا بالتزاماتها تجاه الدول الأخرى ولكن أنا أقول أن الولايات المتحدة نعم لديها أدوات ضغط كبيرة أدوات ضغط سياسية وأدوات ضغط عسكرية ومالية كل هذه الأدوات يمكن أن تؤثر على القرار الإسرائيلي وربما في سرعة إنهاء هذه الحرب حرب الإبادة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني ولكن الولايات المتحدة تقول أنها تريد تصفيت حماس وبالتالي ذلك إبادة الشعب الفلسطيني لأن حماس هي فكرة في غزة وليست مجموعة من الأشخاص يمكن الانتهاء منهم بطريقة أو بأخرى ولكن الآن الرهان على صمود الشعب الفلسطيني وعلى الخطورة الكبيرة بعدم تهجير الشعب الفلسطيني لأن المرحلة القادمة استهدفها جنوب القطاع فهذا يعني أن هنا ثمت محاولة تهجير الفلسطينيين باتجاه مصر قبيل الإعلان عن فشل هذه الهدنة ومن ثم استئناف العمليات العسكرية كانت هناك اتصالات على أعلى مستوى بين أجهزة الاستخبارات في الدول الأهم والدول الفاعلة في هذا الملف مصر وقطر كوسيطين الولايات المتحدة الأمريكية أكدا كوسيط وكدولة فاعلة وصاحبة قرار بالإضافة إلى طبعا أطراف إسرائيلية كان يعول بعض على أن هذه الاتصالات ستخرج بتصور سياسي أشمل يمكنه وضع حد لهذه الحرب ومن ثم معالجة المخاوف الأمنية لدى إسرائيل في مسألة بقاء حماس تهديدا أمنيا لإسرائيل لكن استكمال هذه الحرب ربما يعطينا مؤشر أن هذه الاتصالات لم تنجح أو لم تسر كما كان مأمولا له لماذا برأيك؟ أنا أعتقد أن اجتماع أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية وبعض الدول معها لم يكن بدرجة أساسية وقف الحرب بقدر ما هو اتخاذ أو التفكير في السبل لإنهاء حماس من الأرض الفلسطينية ولكن دعيني أذكر أن مواقف هذه الدول ليست متطابقة في هذا الشأن الدول المجاورة لقطاع غزة أيضا لها التزامات تجاه الشعب الفلسطيني ولا تستطيع أن تسير على هوى إسرائيل وعلى هوى الولايات المتحدة في هذا الإطار ولذلك ربما أتفق معك أن لم يكن هناك اتفاق كبير بين قادة الأجهزة الأمنية حيال ذلك ولكن الأساس في هذا الأمر هو صمود الشعب الفلسطيني الذي هو الذي يحدد طبيعة المرحلة المقبلة في قطاع غزة وفي فلسطين الصراع العربي الإسرائيلي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن أن ينتهي أو يخف وهذه الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بإدراك إسرائيل أن الخيار الأمني الذي تمارسه لا يمكن أن يجلب لها الأمن وإنما الخيار السياسي والخيار السياسي يكمن في الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة المستقلة يبدو أن تصبح المسؤولين سيد طلال أن إسرائيل لا تفكر بهذه الطريقة أبدا وأنها لديها رؤية مخالفة ومغايرة تماما لهذا التصور لكن هو الآن على ما يبدو أن رئاسة الأركان الإسرائيلية استلمت زمام الأمور هي مستعدة لتوسيع الحرب في منطقة الجنوب ما السيناريوهات التي تتوقعها أو تتخيلها من ناحية ما الذي يمكن أن يجري في الجنوب على اعتبار أن الكثافة كبيرة جدا في مناطق الجنوب على اعتبار أنه هو الأقرب إلى معبر رفح وبالتالي إلى الأراضي المصرية وأيضا بالنظر إلى قدرة حماس على استكمال المواجهة بنفس القوة كما كانت علي قبل الهدى يعني هل حماس استنفدت مخزوناتها من الذخيرة أو خطوط الإمداد أم أنه ما زالت قادرة على صد الهجوم الإسرائيلي أنا باعتقادي أولا أن إسرائيل هي تريد القضاء على الحل السياسي والحل السياسي يكمن في الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية وبالتالي حتى خيار الدولتين الذي تقول به الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي هي فقط الآن من وجهة نظر إسرائيل هي حديث سياسي وليس حديث فعلي يمكن ترجمته وبالتالي هذه الحرب الهمجية التي تقوم بها إسرائيل هي الهدف منها القضاء على فكرة إقامة الدولة ولذلك عندما تذهب إلى الجنوب وتقوم بتقطيع أوصال القطاع بعدة مناطق هو الهدف منها إبادة الشعب الفلسطيني ودفعه إلى الهجرة إلى مصر وإلى سيناء تحديدا ولذلك لا تريد الفلسطينيين في قطاع غزة أساسا حتى لا يكون ليس مسألة أمنية بقدر ما هي مسألة سياسية ولا تريد أن تقوم الدولة الفلسطينية يعني خيار إسرائيل الأول هو عدم قيام الدولة الفلسطينية ثم يأتي الخيار الأمني بعد ذلك ولذلك أنا أقول أن هذا الأمر ربما يصطدم مع السياسة المصرية التي ترفض عملية عزل قطاع غزة عن مصر بطريقة أو بأخرى ولذلك أعتقد أن المرحلة القادمة إذا ما قامت إسرائيل باستهداف جنوب القطاع بالطريقة التي يتحدث عنها المحللون العسكريون أعتقد أنه تمت توتر في العلاقات ربما سيكون ما بين مصر وإسرائيل شكرا جزيلا لك من عمان عضو مجلس العيان الأردني السابق سيد طلال الشرفات